إلى تونس حيث قال الحرس الوطني التونسي إنما لا يقل عن 17 شخصاً في عداد المفقودين بعد أن استقلوا قارباً للهجرة إلى إيطاليا أضف أن المفقودين أبحروا على متن قارب صيد من بنزارت شمال تونس الأسبوع الماضي وذكر أن قوات من خفر السواحل مدعومة بطائرات إليكوبتر بدأت عمليات البحث عن هؤلاء المفقودين من تونس نضم إلينا مراسلة المشهد أميمة بن خلف أميمة مرحباً بك معنا إذن ماذا عن تفاصيل هؤلاء المفقودين هل ثمت من جديد؟ نعم آسيا وفق ما صرح به حسام الدين الجباب للناطق الرسمي باسم وحدات الحرس الوطني لقناة المشهد طفل عمره خمس سنوات وأب وامرأة علامة هذا قارب الصيد الذي غادر سواحل مدينة رسلجلة بمحافظة بنزارت شمال تونس متوجهاً نحو سواحل الإيطالية فور خروجه من إقليم التونسي ودخوله إلى الإقليم الإيطالي فقدت عائلتهم الاتصال بهم لتعلم السلطات التونسية بالبحث عنهم وأدوا وقفة احتجاجية وسط مدينة بنزارت لي المطالبة بمعرفة مصير أبنائهم هذا المركب الذي كان يقل سبعة عشر تونسياً مركب صيد بالأساس غادر سواحل مدينة رسلجلة بين الليلة الفاصلة خمس وستة فبراير أي يوم الاثنين الماضي غير بعيد هذا التاريخ عن العثور في يوم الخميس عن ثلاثة عشر مهاجراً حاملين للجلسية السودانية لقوا حتفهم قبلة سواحل مدينة المهدية على بعد تسعة أميال فقط غادر مركبهم وهو مركب حديد أيضاً مدينة صفاقس جنوب شرق تونس كان بالأساس المركب يقل 42 مهاجراً من دول جنوب الصحراء وتستمر وحدات الحرس التونسي في البحث عن الناجين أو انتشال الجثث بالتزامن أيضاً مع المركب الثاني الذي يقل التونسيين مروحية للجيش العسكري وكذلك خفر السواحل التونسي والوحدات العائمة تواصل بحثها سواء عن المفقودين أحياء أو انتشال الجثث هذه القوات التونسية التي تعمل للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بأوامر من الرئيس قيس سعيد ولكنه أكد في خطاب الرئيس خلال حضوره منذ أسبوعين تقريباً في القمة الإفريقية الإيطالية على أن المقاربة الأمنية لا تكفي للحد من هذه الظاهرة ويجب التوجه نحو تنمية الدول المصدر المصدرة للمهاجرين غير نظاميين من بينها تونس وكذلك دول جنوب الصحراء وكانت تونس قد وقعت الاتفاقية في أصائف الفارطة لدفع نحو عجلة التنمية داخلياً وكذلك منح تونس تمويلات لمزيد تطوير التجهيزات في البحث وتطويق الحدود سواء البحرية أو البرية وكذلك الأمر نحو توجه للعمل بخطة ماتي التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ملوني والتي سترتكز بالأساس على خمسة محاور الزراعة والصحة وكذلك الزراعة والصحة والغذاء والماء داخل بلدان جنوب أفريقيا لدفع عجلة التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية داخلها وبالتالي تقل عمليات الهجرة غير نظامية وتوجه أيضا تونس نحو شراكة مع بلدان الجوار لسيما الجزائر وليبيا ونحن نعلم توافد المهاجرين غير نظاميين يعني سيرا على الأقدام عبر البوابات الغير المؤمنة يعني بطريقة غير قانونية نحو تونس للتوجه إلى أسواحل الإيطالية على اعتبار كون عدة ورشات تعمل في الخفاء ومهربين يعملون في اتجار البشر يحاولون تمكين هؤلاء المهاجرين من الوصول إلى أسواحل الإيطالية بطريقة غير قانونية نعم آسيا شكرا أميمة بن خلف مراسلة المشهد من تونس على كل هذه المعلومات والتفاصيل